لغاية ما يسدوا الباب بتاع القرية الأولومبية والعربيات وقفت قتلت تكلمهم في الدين الشباب باستجابة فورية يا جماعة فضل الله يقول لي أنا خلاص ماmuş حضر الحفلة خلاص من كلمة ايه انتم عاιفين بقول لكم الكلام ده ليه اواع تستهين بأسهر ورقة زي دي اواع تستهين بأسهر ورقة زي دي اواع تستهين بأسهر هيدية جميلة رقيقة جواة الله خیرا لأعمال زي دي اواع تستهين بأسهر كلمة من عدة أيام كنت في المقابر قابلت شاب قال لي كلام والله ما سمعته من ناس ملتزمين بقول له يا ابن انت التزمت ازاي التزم وهو ماشي شاب الده له شريط ديني سموا التزم وتاب التزم وتاب جماعه كان بيزور المقابر ويقول كله نور ايه وقت تستهين بقى اللي موجود بتعمليه الناس مليانا خير الخير اللي زرعه محمد بن عبد الله في قلوب الأمة من 1400 سنة للمسلسلات الفضاحة ولا مواقع النت المنهارة ولا كل تدكيد أعداء الباطل إذن يقتلعوا من قلوب الأمة ولا جنود إبليس من المغنيين والمغنيات ولا أزياء البيوت الأزياء اليهودية اللي جات تضمر تضمر لبس بناتنا ولا بوثيقة الجاز والرب والمثل ولا كل الشهوات ولا كل القرنة الفضاء المنحلة ولا كل الكلبات قدرت انها تقتلع الخير اللي في قلوب أمة محمد انا والله يا جماعة بكلم الناس قبل ما اقول حرام الناس على طول بتزيب المنكر يا جماعة تقول ربنا اقل كلمة هتجيب أثر الحفلة كانت موجودة حفلة كانت كبيرة وألاف الشباب والبنات مستنينها وبيوزعوا التذاكر ببلاش على الشباب وبالذات على البنات عشان يحضروها وزودوا على كل شاب في الجامعة السنة دي 100 جنيه عشان يكلفوا هذه الحفلة وجلب والمغني واخد 320 ألف جنيه ويه خلاص يا جماعة اليوم اللي جاي المغني وصورة كبيرة جدا ليه على بوابت الجامعة صورة كبيرة جدا احدين مأخورين انا قعد في الجامعة قلبي هيتهار مش عارف اعمل ايه يا رب حسبنا الله ونعمل وكير طب نعمل ايه طب نحذر الناس ازاي طب نفوق الناس ازاي جي واحد قال لي بقولك ايه هو مين اللي وقع الصورة بتاعت المغني من على باب الجامعة قلت له وقعت ازاي ده صورة كبيرة جدا قلت له وقعت ازاي ده قال لي ما حدش وقعها اللي وقعها ربنا ودي بشرت خير انه هي وقع الليل بإذن الله بعد العشرة عادت في الجامعة مأهور حاولي ثلاث ساعات طب يا رب اعمل ايه طب اخرج اكلم مين طب نعمل ايه طب نكلم الناس ازاي طب نفوق الشباب ازاي طب ننقل شباب امة محمد ازاي لقيت سبحان الله العظيم وانا خارج قلت لازم برضو اكلم ناس اعرف الناس اوجه الناس لقيت مكالمة جايالي الحفلة بازت بازت ازاي ده بدأ بعد عشر دقايق بازت ومية وستين اصابة حصلت واتنقلوا للمستشفى والشباب الناس يعني بعض الشباب كسر حاجز وللأسف شديد هجموا على بعض المدرجات اللي فيها نساء وحصل اصابات شديدة جدا ويقال ان في مية وستين اصابة جايين في الجورنال والثور موجودة على مواقع النت المختلفة بعد عشر دقايق بالضبط عشر دقايق يلقى بالجازمة قدام الناس يتضرب بالجازمة قدام الناس ويتضرب بالهكمية قدام الناس وياخد عربيته ويهرب ويجري هاربان بالتلتمائة وعشرين الف جنيه تلتمائة وعشرين الف جنيه يعني الحرف بكام يعني غناله اغنية الحرف بكام الحرف بكام ويمشي ولله الحمد والشكر ساعتها كلنا قلنا الله اكبر ربنا لما شاف الهم في قلوبنا كنا عجزين مش قادرين نعمل حاجة ربنا جاب النصر من عنده ايا يا جماعة ايا حسيت فيها ان ربنا بيقول ان انا معاكم انا معاكم بسي ما سيبوش ديني انا معاكم الامة وصلت لفين المغني اللي واخد في حفل الدبي في ليلة رأس السنة اربعة مليون اربعة مليون في ساعتين بيغنيهم لما جئنا نحسب كنا يعني نقدي لانا انه واخد في الثانية خمس تلاف جنيه خمس تلاف جنيه في الثانية دي قيمة الفساد في امة محمد دلوقتي يا شباب يا شباب روكان الله مما تعملونا بصيرة يا ايها الذين امن اذكروا نعمة الله عليكم اسجياءاتكم جنود جنود ابليس جايين اهمة الفيروس اثبتوا ابليس جايين اهم بكرة فيه فيروس من فيروسات ابليس هيبصل على الامة فالنتين فيروس يا جماعة لازم الفالنتين انت فيروس اللي معاهم الانت فيروس ينفلهم ويعالجوا هذه المشكلة فاذا دخلتموه فانكم غالبون يا جماعة الملائكة نزلت للنبي بعد غزوة الاحزاب قالت له ان الملائكة لم تخلع لقمة الحرب احنا ورانا معركة مع فيروس وراء فيروس وراء فيروس فيروسات الشهوات والانحلال القلقي اللي انتشرت في المجتبة احنا هنحاربها ان شاء الله هنعمل ايه هيبقى عندنا ايجابية فكرة زينا هي فكرة جميلة الورق اللي زينا هو بإذن الله سبحانه موجود على الموقع على موقع ويت والله موقع الطريق الى الله تسحب دي وتسحبي ديت تسحبوها ديت اللي تروح للأولاد اللي بتحبها والبنبي اللي بتحبي تروح للبنات ورق بفضل الله ومنة الله سبحانه وتعالى يعني فعلا اللهم لك الحمد ربنا وفقنا فيه بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى وفي اخر توصيات عملية عشان الترك وفي اخر يعني ورق يعني بإذن الله ادوا شريط وصعوا اي كلموا الناس قلوا للناس حراب اعملوا اي حاجة جماعة الورق اللي عايزه ان شاء الله يسحبه من على الموقع اللي عايزه من رقم خيري بإذن الله سبحانه وتعالى يعني قدر الوصع طبعا وقدر المستطاع لان يعني احنا مش شركة توزيع على مستوى مصر يعني كل واحد له طاقة ولو إمكانية ولو قدرة يعني اللي عايز كمية منه بإذن الله سبحانه وتعالى وان كان الافضل تسحبه من على الموقع وتطبعه وتصوره ممكن لاتصاله على رقم صفر عشر تسعمية خمستاشر تلاتة وتمانين صفر عشر تلاتة وتمانين صفر عشر وتسعمية خمستاشر تلاتة وتمانين قدر الوصع واحد هيقول طب ده بكرة فلانطين يعني الورقة دي توزع بكرة بس لا جماعة الورقة ما فيش ولا كلمة فاعا فلانطين الورقة عن كرسة الحب الغير شرعي المحرم في المجتمع الورقة عن علاج ظاهرة الحب الحرام المنتشر في المجتمع الورقة ده جماعة طول السنة لكل الأوقات ولكل الأماكن يعني بكرة بعد بكرة الأسبوع جاء الأسبوع اللي بعده الورقة دي لازم نوصلها بإذن الله لكل شاب وقع في علاقة حب وللأسف وما كل الشباب وكل بنت وقع في علاقة بيسموها حب بيسموها شهوة أي المكان حسب جرقتهم وقدرتهم على الصراحة لازم نوصلها يا جماعة لازم نوصل الدعو بأي طريقة بورقة بشريط بكلمة بأي حاجة بمطوية المهم نوصل التين يا جدين يا جماعة يا رب يا رب اللي تسيب اللي كانت بتقول إنها بتحبوا الليلة ربنا يرزقها أحسن زوج في الدنيا يا رب قولوا أمين عشان لابد فينا ناس مجابة الضعاء إن شاء الله ربنا يجب ضعاء يا رب يا رب اللي تلبس نقاب الليلة يا رب ربنا يرزقها السنة دي أحسن زوج يسعدها في الدنيا والأقرة والدين يا رب قولوا أمين يا رب اللهم أمين يا رب يهدي شباب المسلمين يا رب احنا النهاردة ان شاء الله يا جماعة عايزين نقوم بعد الحلقة خلاص معنا عندنا معركة لغاية بكرة بس هنبدأ بصلاة العيد اصلاحنا لينا عيد وهم لقوم عيد صلاة عيد ايه ما نقولتلكم بقى في الفالنتين فيروس اللي فات صلاة العيد صلاة ركعتين التوبة لله اعظم عيد في حياتنا يوم المصلحة مع الله ونخرج بكرة ندعو الناس كلها ان هي تصلي العيد تصلي التوبة تصلي ركعتين التوبة لله سبحانه وتعالى يعني انا مشارفو لوكوه